اللعبة اللي عندنا بتاخد فلوس تحستحقها أو بلاش الصفقات اللي بتحصل عندنا هي أرقام طبعية ولا مش طبعية بص أنا يعني لما بتكلم في الموضوع ده بيجي لي استفسارات أو تعليقات من نوع إيه أنا مثلا بقول إن تيو هرناندز السنة اللي فاتت في إيسي ميلان كان بياخد مليون ونص يورو مليون ونص يورو ده كان تقريبا اللي بيخدهم أشرف من شرقي في الزمالك تقريبا اللي بيخدهم عبدالله السعيد طبعا أنا باعتمد فيه كده كده الرواتب اللعبة الأجانب في كل الدوريات في مواقع موثوقة بتحطها والموضوع واضح وشففها لكن لما بنيجي نتابع راتب لعب مصري بنجيب مواقع مصرية كل المواقع الإخبارية المشهورة بنعتمد عليها في إنها تعرفنا اللعبة ده جدد بكام لكن طبعا ما بيطلعش بيان رسمي من النادي يقول لده فبالتالي أنا باعتمد في معلوماتي على المواقع المصرية الموثوقة فلما بتيجي تقول ده تيو بياخد قد عبدالله السعيد وأقل من رمضان صبحي يعني رمضان صبحي ياخد مرة ونصف قد تيو هرناندز وبياخد أكتر من دروي النونز لما كان في بنفيكا وبياخد قد لويس دياس بتاع ليفربول ده تلات مرات لما كان في بورتو بورتو بطل الدوري البرتغالي وبنفيكا بطل الدوري البرتغالي قبليه واتنين بيوصلوا نهائيات في تشامبلي اللعب اللي هو اللي هم بيقولوا عليه يعني سنتين تلاتة وممكن ياخد بالوندور اللعب العظيم اللي في نابلي اللي هو اللعب من جورجي خفيتشا خفيتشا حلول خفيتشا دي انت غششتني حاجة مهمة اول دايما اقول الاسم الغير معلوم خفيتشا كفرة تسخيلة خفيتشا بياخد مليون ومتين ألف يورو يعني فاهم انت رقم اللي هو رقم خزعبالي ولو كنا جيبناه هنا في مصر او كنا مثلا حد نادي في مصر هنا تعاقد معاك ايه جورج يا جورج يعني انت بتتحكي علي فلو دا دا بيقولك ممكن ياخد بالوندور يعني العيب مش طبيعي يعني فازي دا على سبيل المثال يعني فاحنا المشكلة لما بنيجي نتكلم في المعضوه دا اقولك طب ما انت لو روحت لتيو هرنانز وقلت له تعالى لعف الدوري المصري مش هياخد الرقم دا هو بياخد عشان بيلعف يا سيد انا مش عايز تيو بس لما نروح نجيب سين من الدوري السنغالي ولا من الدوري الكذا ما ينفعش ياخد نفس الرقم وإلا يبقى احنا عندنا مشكلة في التفاوض وإلا يبقى عندنا مشكلة في اننا مش عارفين نبين مصادر قوتنا بس هقولك حاجة بسرعة دي نقطة حالة انت بتافي لها وانا رجع لها تاني انت برضو نبتلعب في ماركت انت بتلعب في ماركت بتاع منطقة منطقة عربية منطقة عربية بتدفع فلوس كتيرة اوش فييجي لاعب مثلا افريقيا متقلق في السنغال عندك حل من الاتنين وده كنا بنعاني منه وسنين فاتت دلوقتي بنعاني منه شوية عشان بقى فيه صرف جامل بس لو فيه لعب موهوب في السنغال هم شيلك هيروح في اي دولة عربية اخرى بتدفع فلوس كتيرة جدا فانت بتحاول تجاري السوق بتاعك هو ممكن بيكونش انت اللي عايز كده بس السوق بتاع المنطقة العربية صعب طيب النادي وممكن ان انت تعمل احصائي يعني اتحداك مثلا ان 90% من صفقات مثلا اللعيبة الافرقة اللي موجودين في الدوري السعودي او الاماراتي مش جايين من بلده يعني السعودية او الامارات الاندية بتاعتها لما بتيجي تشتري بتروح مثلا لتونس بتروح للمغرب بتروح لمصر بتروح للأردن لجزاير لغيره بتروح حتى لدول شرق اوروبا بتروح لامريكا الجنوبية وتشتري العيب فهذا هو مش باصص على تحت لانه ما عندوش وقت هو معه فلوس فمش محتاج احنا عندنا مشكلة في الفلوس احنا منظومة الكورة في مصر 99% منها ما بيكسبش فاحنا عندنا مشكلة في الفلوس حاجة من الاتنين يا نفضل نخسر ويا نكسب او على الاقل ما نخسرش ما نخسرش ازاي ان انا ما روحش دلوقتي اشتري لعيب مثلا من جزيرة الاماراتي ولا روح اشتري لعب من الترجل اشتري من الترجل تونسي ليه ومستفاقصي ليه واروح للنجم الساحلي واقول له هات لعب طب ما انا اروح من الحتة اللي جاب منها الترجل هو الاهلي في مشكلة لما عنده دلوقتي لعيبة سابقة فارقة لعبوا ليف في سنوات سابقة بقى بتكلم عن فلافيو وجيلبرتو ومفليكسو وانسبو جلبان حتى المنع ان دول يبقوا سكاوترز يبقوا كشافة بمرتب سابت بمرتب شهري ويجيبوا لعيبة من هناك ده اذا كان ايكس بيعمل كده يعني ايكس بيروح يجيب الولاد الصغيرين عامل اكاديمية في دول افريقية وغيره وبرتو يجي نادي في مصر هنا يقولك الاهلي والزبالك يفاوض اللاعب الفلاني من نادي في مصر ده يعني يعني تعليقا على اللي ان لسا يلهولك يعني ممكن تعليق تعليق على اللعيبة الافارقة ده يتناقش فيه في المنطقة والسوق اذا بتكلم لعب مصري بيلعب في نادي سين في مصر ولعلي والزبالك بيفاوضوه فيطلع رئيس النادي يقولك 8 و 5 مليون دولار طيب انت جيبت الدولار من اين ليه يعني ده هم ده هو ده السوق بتاعنا يعني فهم تعقين يعني انت جيبت الدولار ده وليه خمسة مليون دولار يعني ليه ليه طيب تسأل نفسك اسئلة غريبة ما هي مشكلة هي دي مشكلة يعني مشكلة كبيرة احنا للأسف بنستسهل والاندية الكبيرة في مصر للأسف بقى الضحية للوكلاء والاهلي عمل حاجة ويسى جدا السنادي الحية اولا فتح ماركت جديد بدأ يبص على امريكا الجنوبية والزمالك عمل كده بالمناسبة لما راح كمان يبص على امريكا الجنوبية حتى لما جاب لعب بنيني جايبه من امريكا الجنوبية وان كنت برضو عندي تحفظ على ده تكن ممكن تجيبهم الاكاديمية بتاعته بتاع ناجيريا الاكاديمية اللي هي اللي هو أصلا اللايونز دي اللي طالع منها المنع ان انت في نفس الوقت ده بدلا ما تروح ما تروح على الاكاديمية اللي بيخافوا من ايه يعني لو الزمالك يقولك ايه انا هجيب لعيب لسه هجربه وممكن يطلع كويس او مش كويس ده ايكس بيعمل كده بقول ده بنفكا بيعمل كده ده بورتو بيعمل كده نابولي راح جاب من جورجيا يعني يعني يا جماعة اكيد الناس دي برضو بتفهم قورة او عمتا اتعيل انا قطولك دوت وفي الاخر برضو هما بيجيبوا لعيبة مش كويس ما هدي المشكلة ما هدي المشكلة مش هو مثلا تلع جاب لعيبة كويسة فقولنا خلاص ان هما لعيبة كويسة اما كمان عندها المصرية كمان كلها مش لعيدي وزماني اه طبعا الاهلي مثلا لما جاب بيرستاو بيرستاو على فكرة لعب كبير وابيرستاو لو لو تجنب الاصابات ويعني تكيف مع الفرقة هيعمل فريق كبير جدا مع نادي الاهلي بس مش منطقي ان انت جيب بيرستاو بمرتب مثلا قد خوانمي لا قد خوانمي اكتر من خوانمي لعب ريال بيتيس اللي كانت داني هدافت دوري الاسبانيس السنة اللي فات مهو برضو يعني نعقلها يا جماعة ايه المانع ان انت طيب انت حطيت مثلا في صفقة النهاردة او في مرتب أشرف بن شارقي مليون ونص في مرتب حمزة المسوز 750 او 700 غيره 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 المانع ان انت جزء من راتب ده كنت تقتصه عشان تعمل اكاديمية في عتة والاكاديمية تجيب لك العيبة وتستثمر فيهم وهكذا برضو المفاوضات مع المدربين يعني بقولك موسيماني وفرير وكارتيرون قبل ما يرحل قبل ما يرحل عن الزمالك وموسيماني طبعا قبل ما يرحل عن الزمالك في التجديد الاخير كانوا بياخدوا مرتب تقريبا تقريبا قد اللي بياخدوا ستيفانو بيولي في السنة اللي خد فيها دوري ايطالي فحاجة جالتييل اللي واخد دوري فرنسي مع ليل كريستوف جالتييل اللي هو مدرب باريس سان جيرماني الحالي كان بياخد مرتب اقل من الثلاثة وهو مع ليل في الدوري الفرنسي في طوب ايه الليل نادي كبير ونادي معروف وبيتطلع لعيبة وعنده فلوسه كل حاجة بس الراجل كان بياخد مليون وربعمائة الف ما تعرفش كمان انت بتقوله هم عارفين بس بيستسهلوا ماشي او بيعملوا اللي انت بتقوله اللي هو انا عندي جماهير فما فيش وقت للتجارب ولا انا من مصلحة كنادي ان انا سيب الامور دي مع وكيل لعبين لا بالعكس ده هو الازمة الرئيسية فكالاء اللعبين مع كل الاحترام ما هو وكيل اللعبين لازم يبقى فيه حد من النادي من النادي مدير اللي بيسموه بره مدير رياضي اللي هو شغلته يعرف اللعب ده بكام وينفع يبقى بكام وشغلته ان الصفقة دي ما يبقاش فيها حاجة اندر تيبل ما يبقاش فيها عمولة ما يبقاش كذا وكذا وكذا لان بره بيتحاسبوا على ده صحيح بره اللي عنده مشكلة في الميزانية ولا ده في حاجة من تحت الترابيز هيتحاسب ويتوقف صحيح لكن عندنا في مصر اتمنى يعني قرار اللعب المال اتمنى يعني قرار اللعب المال النظيف ياخد مجرى لان ده على فكرة هيفرق بشكل كبير جدا وهيخلي الاندية تقلل النفقات او ما ينفق على الصفقات وهتكون الصفقات اكثر جودة لان هيهتموا بالكواليتي اكثر ما انه يرمي فلوس وهو جاي اللعب متوقع انه مضمون وهيجي يقدي وده ما بيحصلش للآخر وليد انت شرفت ونورت حيستمتعت جدا معك شكرا جزيلا شكرا جزيلا